منشأة جديدة ذات طراز عالمي يسعى العراق من خلالها لتعظيم وارداته المالية عبر استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من حقول النفط الخام في البصرة مشروع البصرة لفصل السوائل سيحقق في حال اكتماله عام 2022 موارد مالية تصل لأكثر من 12 مليار دولار سنويا هو مشروع البصرة لتسهيل السوائل أو لفصل السوائل في موقع عرطاوي تابع إلى شركة غاز البصرة المشروع بالمجمل حسب المخطط عبارة عن خمس وحدات تشغيلية المرحلة الأولى مخطط لها لنصب وحتيان كل وحدة عبارة عن 200 مليون قدم مكعب قياسي هذه الكمية مكنتنا لمنع ما يقارب 107 مليون طن من مادة الثاني أوكسيد الكاربون أن تطرح إلى الجو استكمال أعمال نصب برج التجزئ الأكبر في العراق الذي سيعمل بخمس وحدات تشغيلية ومشاريع أخرى جديدة لاستثمار الغاز المصاحب ضمن عقود جولات تراخيص كبريات شركات الخدمة النفطية العالمية العاملة في البصرة ستضمن تحقيق خطة الوزارة لإيقاف عمليات حرق الغاز المهدور منذ عشرات السنين حاليا التوجه إلى مشاريع كثيرة نحن عندنا بورتفوليو للمشاريع أو حقيبة المشاريع بها أكثر من 60 مشروع حاليا العمل اللي جاي يجري حاليا هو جاي نشتغل على 2 ترين ترينين أو نسميه محطتين بلانتين لفصل السوائل كل ترين الكباسة مالته أو الاستيعابية مالته 200 مليون قدم مكعب قياسي وتسعى وزارة النفط العراقية من خلال خطط استثمارية جديدة للغاز إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 2000 مليون قدم مكعب قياسي يوميا بحلول عام 2025 يصل احتياطي البلاد من الغاز إلى نحو 125 ترليون متر مكعب يقع أغلبه في حقول البصرة النفطية أهمها حقل الرميلة وزبير وغرب القرنة في حين يهدر العراق ما يزيد على 5 مليارات دولار بسبب حرق الغاز المصاحب ثم استيراده من دول أخرى نجح العابدي الحرة البصرة اشتركوا في القناة